إحكام حركة فتح ممثلة بالرئيس محمود عباس السيطرة على السلطات في فلسطين بات قاب قوسين أو أدنى فعباس ماض في إحكام قبضته على كل مؤسسات النظام السياسي بتفرد كامل عبر السيطرة على كل السلطات مستخدما هذه المرة المحكمة الدستورية كذراع قانوني لمواجهة أي تحديات قانونية أو تشريعية تقف في طريقه وتيرة تغيير شرعية النظام السياسي في فلسطين تسارعت في العام 2018 عبر صيانة شكلية لشرعية المجلس الوطني والمجلس المركزي وإعادة تشكيل مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وفق هندسة تضمن تفوق عباس ومجموعة صغيرة من قيادة حركة فتح وقيادات أمنية للإمساك بكل خيوط النظام فكان حقا عام 2018 عام تقويض المؤسسات السياسية الفلسطينية ويبدو تهميش مؤسسات منظمة التحرير مرتبا إذ اختتم المجلس الوطني دورته في أيار الماضي بعد عشرين عاما من القطاع وكان قراره الجديد تقويض المجلس المركزي لمنظمة التحرير بجميع صلاحياته كما جاء اجتماع المجلس المركزي في آبا الماضي من دون قرارات تذكر ليكون الاجتماع الأخير نهاية شهر تشرين الأول حاسما بقرار جديد وهو تشكيل لجنة عليا مكلفة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي أوساط فلسطينية ترى أن قرار عباس تشكيل اللجنة الوطنية العليا جاء مكملا لخطوات تفرد كان قد بدأها فعليا سواء بتوزيع المهمات في اللجنة التنفيذية أو عبر استحداث وإلغاء دوائر في المنظمة واستئثاره بالدوائر التي يرغب بها مثل الدائرة السياسية والصندوق القومي الفلسطيني وتنطلق عملية التفرد المطلق لعباس للتحكم في كل مؤسسات منظمة التحرير من خلال فرض هيمنة الحزب الواحد أي حركة فتح وهندسة كل الهيئات والمؤسسات لتكون غالبية الأصوات محسومة دوما للحركة سواء أنصارها أو المستقلين الذين تختارهم أو الفصائل الصغيرة التي تدور في فلك حركة فتح وليس لها وزن حقيقي في الشارع أو في أي انتخابات للجامعات أو النقابات مقابل وزن سياسي في المنظمة يدعم قرارات عباس فضلا عن تشضي اليسار الفلسطيني الذي يضم خمسة فصائل لم تتوحد في موقف واحد ترجمة نانسي قنقر